قصة نجاح كان المدرب يدرب تلاميذه على الرماية بعد أن وضع لهم نموذجاً لطائر من الخشب وقال لهم إن الهدف هو عين الطائر سأل المدرب التلميذ الأول قبل أن يرمي ماذا ترى وأشار بيده نحو الهدف قال التلميذ أرى طائراً يا أستاذ قال الأستاذ صوب ورمي فرمى ولم يصب الهدف ثم جاء التلميذ الثاني فسأله الأستاذ ماذا ترى؟ قال التلميذ أرى طائراً يا أستاذ قال المدرب صوب نحو الهدف ورمي ولما رمى لم يصب الهدف وظل التلميذ يصويبون ويرمون ولا يصيبون الهدف إلى أن نجح التلميذ الأخير فأصاب الهدف فسأله الأستاذ سؤال المعتاد وقال له ماذا ترى؟ قال له أرى عين الطائر يا أستاذ وهكذا أصاب التلميذ الأخير لأنه رأى هدفه أولاً وصوب عليه قبل أن يرمي فالذي يعرف هدفه ويراه جيدة يعرف على أي شيء يصوب ويعرف كيف ومتى يصوب كما يعرف الطريق جيداً للوصول إليه تحديد الهدف العام تجزئة الهدف العام إلى أهداف مرحلية إعادة ترتيب الأهداف تحديد الإجراءات والوسائل بتحقيق الهدف التحقق والمتابعة والتقييم ترجمة نانسي قنقر